النهاردة كان في مباراة رائعة عايز اتكلم عنها كتير مباراة الهلال والنصر أو مباراة النصر والهلال كون النصر كان المستضيف النصر والهلال كمة الدوري السعودي كمة الدوري السعودي فوقت على جزء كبير منها كبير منها المباراة حلوة حلاوة يا جماعة المباراة حلوة حلاوة حلوة حلاوة ليه؟ اتنين متعربين برا كبار جدا عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين يعني مثلا ايجاله النهاردة اللي سجل الهدف الاول للهلال وتلسكا اللي سجل هدف التعادل للنص في الديئة 56 وبعا كده سلم الدوسري الرائع جدا طبعا فاكرينه من كاس العالم لعب الهلال الرائع جدا سجل هدف التقدم للهلال في الديئة 64 وبعا كده عبد الرحمن غريب سجل التعادل للنص في الديئة 88 المباراة الشوت التاني كان فيها 12 دقيقة وقت ضايق وعشان تبع عارف 12 دقيقة وقت ضايق ليه عشان في الدوري السعودي طبعوا الكصة بتاعت الوقت الضايق اللي حاصل في كاس العالم اللي هو الوقت الفعلي للمباراة كان فيه 12 دقيقة 12 دقيقة بالشوت التاني كانوا حاجة مش طبعية طيب ملاحظاتي ايه؟ محترفين يا جماعة انا عايز اي حد بعد ما تخلص الحلقة دي لو انت بتتفرج علي بعد ما تخلص الحلقة دي حاول تخش تشوف تسجيل لهذه المواجهة وتتفرج عليها عشان تاخد ملاحظات دي وتركز فيها المباراة يا جماعة فيها محترفين كتير كتير اوي في الملعب اخد بالك اللي لك كمان كان عنده غيابات كتير النهاردة بس المباراة مليانة محترفين في الليفل عالي يعني محترفين بجد يعني محترفين اجانب بجد يعني تؤال طيب ده تمنوا ايه؟ مباراة سريعة مباراة فيها كرة حلوة مباراة قوية واللعبين السعوديين السعوديين اللي بدعبوا في المباراة مستواهم رائع جدا ده ليه؟ انت لما بتجي محترف اجنبي تقيل جامد انت قدامه بتحاول تعلم مستواك عشان اوصل له عشان اعرف اجاري السرعات والقوة دي اخد من قدرات وابقى عندي نفس القدرات او ازود عليها كمان فالمباراة النهاردة حلوة حلوة سبب ده ايه؟ هتقول لي اول جملة بتتقال في الظروف اللي زي دي هكريم برضو مع اللي بيتدفع في المحترفين دول كتير قوي هندفع من هنا احنا ما القندية عندنا برضو مش تقدر تدفع الاركام دي كلها تركز معاي بقى في اللي جاي دا لا احنا نقدر ندفع ازاي يعني؟ نقدر ندفع ستة وسبع مليون دولار اه نقدر ندفع هقولك ازاي عملا فكر اقولها ولا مقولهاش بس يلا هنقولها واحنا بنصيبنا احنا بص كده على القندية اللي في مصر كلها بتاعة دي القندية الكبيرة تلاقي عندهم كل واحد تلات اربع خمس محترفين التلات اربع خمس محترفين دول بياخدوا ملايين الدولارات ملايين الدولارات يا عم جمع الاربعة خمسة دول وهات واحد هات واحد بس يبقى مفيد هات واحد يبقى علي القيمة هات واحد يبقى اضافة للدوري للكرة المصرية هات واحد ادفع الرقم ده سخب هيلك في عنديه ممكن تفكر كده بس يقولك ايه؟ ده انا لو رحت اشتريت لاعب ستة مليون دولار الدنيا هتقوم علي ومش هتعد ما انا يا فندم لو حسبتلك انت صرفت كام على المحترفين اخر عشر سنين وما استفدناش احنا ككرة مصرية من واحد فيهم تمام؟ هلاقيك دفع ارقام ممكن تخلينا كلنا نقول كلام يعني صعب يتقال ماينفعش كاهم؟ فاحنا بس يعني ايه؟ نفكر بنظرة تانية المحترفين النهاردة اللي بلعبوا في الفرقتين مرعبين يعني محترفين بتوع الدوريات الاوروبية مش المحترفين الطيبين بتوعنا طيبين حرفيا يعني انا بس بختار الفاظي كمان طيبين يعني على قدنا بس ليه على قدنا احنا بندفع برضو مثلا بتروح تشتغل لعيب ب 2 مليون برضو 2 مليون و2 مليون ونص و3 مليون دولار تمام؟ لا يعني بدل ما تشتغل 2 لعيبة ب3 مليون دولار لا روح هتواحد عليه الايمة يبقى مفيد لفرقتك ويستفيد منه اللعب المصري بقى انا ابتكرتي في ايه؟ انه اللعب المصري اللي بيلعب يستفيد منه هتقول لي يستفيد منه زي يعلمه كورة مش يعلمه كورة بس هتفيد منه اشتركوا في القناة